مرحبا وأهلا فيكن اليوم بيصادف عيد ميلاد السيد المسيح اللي دعا للسلام والمحبة في كل العالم وبين كل الشعوب ويصادف أنه أرض المسيح تعاني اليوم مما تعانيه من الويلات والحروب وعدم الاستقرار والقتل والتهجير الآخره منذ عقود طويلة إذا ما كانت قرون والحقيقة فيه أحد الأهم الأسباب الرئيسية يلي نحن عم نعاني ما نعانيه اليوم وصار الوقت اللي لازم نحكي فيها هو موضوع الأقليات الحقيقة أنه نحن خليق واشي نسأل حالنا سؤال إذا بدنا نحاول نحدد ما هي الأقليات نسمي الأقليات في الولايات المتحدة الأمريكية في فرنسا في إنجلترا على سبيل المثال في هولندا سنلاقي صعوبة بالغة بتحديل أو تسمية الأقليات في هذه الدول لفظ الأقلية أو مصطلح الأقلية بحد ذاته ضغري بيأخذنا أنه لم نفكر بجماعة مضطهضة ضعيفة تستجدي الحياة من قبل العطف من الأكثرية عليها لأن هي أقلية يعني بكل الأحوال حتى في الديمقراطية غير قادرة أن توصل للقرار وبالتالي معيشته وحقوقه وحياة متعلقة بعطف الأكثرية عليها وهذا الموضوع بيعمل الميزان يعني الميزان غير عادل ويدفع هذه الأقليات لطلب الحماية ولتعزيز حمايتها من الخارج لأنه طالما في أقلية في الداخل وتحت مسمى أقلية ستسعى هذه الأقليات لطلب الحماية أو للحصول على الحماية من أي جهة كانت وغالبا ما تكون هذه الجهة قوى عظمى في الخارج هنا القوى العظمى في الخارج يعني إذا ما كانت هي هيئة أصلا لهذا المفهوم أو لهي المفاهيم تستغل هذه الفرصة وتدخل من خلال هذه الثغرة يلي أنا بشبهها مثل فتحة جهنم لأن نحن تعلمنا يمكن ما بنعرف كمنا يمكن غافلين يمكن ما نفكرين بالموضوع خلال العشر سنوات الماضية أنه ما في قوة في العالم قوة كبرى أو صغرى أو إلى آخرية تتدخل أو تقوم بمجهود أو تقوم بفعل بدون ما يكون هذا الفعل يصد تماما في مصلحتها يعني ما في شيء على سواد عيون العالم أو حرام أو بدنا نحمي فلانا دوني من جماعتنا هذا الموضوع يعني غير موجود في السياسة الدولية وخاصة في هذا العصر هو على مر التاريخ ولكن خاصة في هذا العصر فأن وجود الأقليات وطلب الأقليات للحماية أو حاجة للحماية بيستغلوا الدول الكبرى لحتى يمدوا إيدهم في بلداننا وعمليا على مر التاريخ أيضا ويعني في التاريخ الحديث ما في مرة دخلت قوى عظمى لحماية أقليات والأقليات ظلت بخير بالعكس بيزاد التنكيل والتهجير وفقدان كنسبة بتنخفض النسبة مع الزمن نسبة وجود الأقليات في الأرض يلي على أساس القوى العظمى عم تحميهم فيها وطبعا أيضا يتضرر الأكثرية من خلال تدمير هذه البلدان والأوطان والدولة في هذه المنطقة والسطو على ثرواته وعلى موقعه وتعزيز التواجد الأجنبي فيها مثل ما بيصير فينا اليوم لذلك إذا بنرجع للسؤال اللي بلشنا فيه خلينا نحدد ما هي الأقليات أو نسمي الأقليات على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية واختياري للولايات المتحدة الأمريكية لأن فيها من التنوع أكثر بكثير مما فيه في هذه الأرض يعني فيها تنوع عرقي وتنوع ديني ومذهبي وفيها تنوع حسب الأصل لأن نحن على الأقل شعوب كلنا أصلنا من هذه المنطقة ونيك في الأصله إيرلندي وإنجليزي وزنبيقي وصيني وياباني من كل بلاد العالم جاءوا إلى أمريكا وتنوع حتى في أحياء يعني بكل مدينة بيشوفي حي عربي حي صيني حي ياباني إلى آخره هندي كل هؤلاء ما فيك من كل هذا التنوع تسمي واحد منهم أقلية لماذا؟ لأن في الولايات المتحدة الأمريكية يغلب مفهوم الدولة إذن متى ما تشكلت الدولة الحقيقية الدولة الدولة الحقيقية التي تفرض القانون على الجميع تعطي الحقوق للجميع وتطلب من الجميع أن يؤدوا الواجبات بنفس السوية تنتهي ينتهي مفهوم الأقليات وتنتهي يعني فكرة المظلومية وأن يستعين مكون من مكونات الشعب بقوة خارجية ليحافظ على حياته ويحافظ على حقوقه لذلك نحن إذا كنا نتمنى السلام ونتمنى تعم رسالة السلام يلي أطلق السيد المسيح من خلال حياته وتعاليمه هو طبعا ما أيدنا بأنه كيف نوصل للسلام ودعا لتحقيق السلام ولكن ما دعنا لعدم استخدام العقل يجب أن نستخدم عقولنا يجب أن نستخدم خبرتنا يجب أن نقرأ جيدا ونفهم ونتعلم ونقتنع بأنه إذا كان في مفهوم ما زال مفهوم الأقلية والأكثرية في هذه الأرض موجود فالسبيل الوحيد للأقليات إذا كان تتعرض للاضطهاد أو هي تخشى من الأكثرية أن تتفاهم مع هذه الأكثرية على بناء الدولة لأن عدم التفاهم وضرر للأقليات وللأكثرية مثل ما يصير فينا اليوم السبيل الوحيد هو بناء الدولة إذا أنا كنت أريد أن أتمنى السلام لأهل بلدي وأهل منطقتي أتمنى لهم بأن ينجحوا ببناء الدولة وأنه نستغل نحن الفرصة التي نحن فيها اليوم لما على الأسف نتيجة الكوارث التي حلت فينا نتيجة الظلم والاضطهاد الواسع ما ظل في أقليات وأكثرية اليوم نحن الأكثرية هي الأكثرية المضطهضة المظلومة الفقيرة الجائعة تعلمنا من هذا الموضوع من قبل على الأغلب قوى خارجية إلى وكلاء في منطقتنا لذلك يجب أن نسعى كلنا اليوم لبناء الدولة الحقيقية بناء دولة القانون يلي بيكون تحت سقف القانون كل شيء وهذه الدولة هي التي تضمن الحريات الثقافية وممارسة العبادات إلى آخره لا تجور على أحد وهي التي تصنع المستقبل وتصنع السلام للشعوب إذن أنا أتمنى لكم بهذه المناسبة كل الخير كل السلام أتمنى لكم بأن ننجح في بناء دولتنا المستقبلية كل عام وأنتم بخير